يا أهلا بكم في الأجندة في ظل ملحمة الصبر والدفاع عن الذات والهوية والمقدرات التي يخوضها اليمنيون الشرفاء في هذه الأثناء ضد ضباع الخارجي وذئاب الداخل الذين رموا اليمن عن قوس واحدة وتقاسموا لحمها غنيمة بينهم في ظل هذه الملحمة البطولية من الصبر والمجالدة لعلى من المناسب أن نتحدث عن واحدة من أهم القضايا التي ينبغي أن تطرح للنقاش العام في اليمن منذ سنين لأنها أصبحت قضية ملحة للغاية أعني قضية الدولة الاتحادية اللامركزية أو شكل الدولة الفيدرالي بعبارة أوضح نحتاج أن نفهم ما هي الفيدرالية وما الميزات التي تبشر بها ولماذا تعد حلاً حقيقياً لمشكلات اليمن المزمنة وهل هي فكرة جيدة بالنسبة لليمنيين أم أنها فكرة كديمة ومعروفة هل هي فكرة جديدة أم فكرة كديمة ومعروفة هذه الأسئلة وغيرها ستكون مجال نكاشنا أو مجال نكاشنا في هذا المساء فكونوا معنا قبل الحديث عن اللامركزية ومزاياها لا بد أن نحرف هذه المصطلحات للمشاهد بطريقة مبسطة ما هي اللامركزية؟ ما هي الفيدرالية؟ اللامركزية هي عبارة عن تنظيم إداري يوزع السلطة في الدولة على مستويات عديدة بحيث لا تتركز هذه السلطة في يد واحدة يعني يقسم السلطة أو يوزع دمها بين القبائل السلطة بأنواعها التنفيذية والقضائية والاقتصادية إما أن تتركز في يد واحدة يعني منصب واحد أو مؤسسة واحدة أو تتوزع على مستويات متفاوتة في التنظيم الإداري للدولة في الدول اللامركزية تقسم السلطة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية للمقاطعات التي تتكون منها الدولة وهناك أشكال عديدة للامركزية أشهرها الفيدرالية ومنها طبعا الحكم المحلي كامل الصلاحيات أو واسع الصلاحيات ومنها الكنفيدرالية وهي أوسع والفرق بين هذه الأشكال هو في مستوى العلاقة بين الوحدات السياسية المختلفة الدولة مقسمة أو السلطات مقسمة على وحدات مدى العلاقة بين هذه الوحدات وحجم السلطة التي تمتلكها هو الذي يميز بين نظام ونظام وتوصف الدولة اللامركزية بأنها دولة مركبة في حين توصف الدولة المركزية بأنها دولة بسيطة كان ينبغي لهذه المفاهيم أن تكون واضحة لدى عامة الناس في اليمن من سنوات لكن للأسف لم تقم الكيانات السياسية اليمنية بدورها في تثقيف المجتمع سياسياً بالشكل الكافي ولهذا نجد سوء فهم سوء فهم حاد لهذه المعاني عند عامة الناس يعني الفيدرالية في أوصاد العامة تعني التشطير والتفتيت الديمقراطية كانت تعني لوقت قريب الانفلات الأخلاقي والديني حقوق الإنسان تعني حق الشواذ في ممارسة المنكر هكذا يتم اختزال المفاهيم الكبيرة عند العامة هكذا يتم اختزال أو تجاهل القيم السياسية التي كان المجتمع السياسي بحاجة ماسة إليها لكي يقيم بينه وبين نفسه حواراً مثمراً اليوم مثلاً نريد أن نقول للناس في اليمن أن اللامركزية هي الحل لمشكلاته السياسية المزمنة طبعاً ضمن حل الديمقراطية الشام لكننا ندرك أن الكثير من الشباب المثقف فضلاً عن عامة الناس لم يستوعب هذا المعنى بعد فما بالك بعامة الناس من غير المتعلمين ومن غير يعني ومن في مستواهم عندما كنا نتحدث قبل ثورة فبراير بهمس عن ضرورة إعادة النظر في صيغة الوحدة اليمنية لكي نحافظ على جوهرها الحقيقي وهو وحدة القلوب والمشاعر بين اليمنيين عندما كنا نتحدث بذلك كنا نتهم بالتآمر على الوطن والسعي إلى تفتيته كان الحديث عن الفيدرالية مثلاً كأنه حديث عن تفتيت اليمن وعندما أكرى مؤتمر الحوار الوطني شكل الدولة الاتحادية يعني من خلال النظام الفيدرالي تعامل الكثير من المثقفين الوحدويين تعاملوا معه مع الأمر وكأنه جريمة في حق اليمن وكنا ندرك أن الصورة في أذهان هؤلاء غامضة وسلبية لأنهم لم يتركوا لأنفسهم فرصة لفهم هذه القضية بطريقة علمية هادئة نظروا إلى جانب المخاوف ولا بينظروا إلى جانب المزايا في الفكرة لهذا نود في هذه الحلقة أن نبين بعض هذه المزايا ونذكر بعض الحكائق المتعلقة بهذا الموضوع لعلنا نسهم في بناء وعي سياسي مثمر في أوساط الناس في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة في لحظة فارقة في تاريخنا اليمني نحن بحاجة ما سف فيها إلى ذكر وبيان أهم الكيم التي ستستمر معنا في المستقبل في العالم اليوم قرابت 25 دولة تتبنى النظام الفيدرالي يعني شكلاً للدولة 25 دولة فيدرالية أو شبه فيدرالي صحيح أنه رقم بسيط بجانب عدد الدول التي تتبنى النظام المركزي الدول المركزية البسيطة أكثر عدداً من الدول الفيدرالية إلا أن هذه الدول الخمسة والعشرين تضم أكثر من 40% من سكان العالم بمعنى أن معظم الدول ذات الكثافة السكانية العالية تتبنى النظام الفيدرالي أو المركزية وهذا يشير إلى حقيقة أولية هي أن الكثافة السكانية للدولة تبدو مشكلة لا حل لها بدون النظام الفيدرالي لأن المركزية في الدولة من هذا النوع المركزية في الدول ذات الكثافة السكانية تعجز الدولة عن إدارة هذه الكتلة البشرية وعن تلبية احتياجاتها بشكل فعال تصور بلد مثل الهند فيه دولة مركزية الأمر هيصبح عبء ثقيل جداً على الحكومة المركزية الواحد يتجي من أطراف الهند علشان يدخل للعاصمة علشان يختم شهادتها الثانوية مثلاً كما كان يصلها عندنا في صنعه الأمر يشبه أن تتحمل يعني إدارة عائلة مكوناً من 100 شخص بمفردك واحد يتحمل شؤون 100 شخص داخل الأسرة بمفردة بدون أي تنظيم آخر بدون ما يوزع الاقتصاصات يعني مسألة صعبة لكن هذا لا يعني أن الفيدرالية تستدعى لحل مشكلة الكثافة السكانية والتساع جغرافية الدولة فقط الدول اللي جغرافيتها واسعة وكثافة السكانية عالية لا مش بس لهذا السبب تستدعى الفيدرالية كما هو الحال مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا هناك دول متوسطة متوسطة الحجم مثل ألمانيا وأسبانيا ودول صغيرة مثل سويسرا وبلجيكا تبنت النظام الفيدرالي ما فيش كثافة سكانية ولا في التساع في الجغرافيا لماذا إذن تبنت النظام الفيدرالي عند النظر في الدافع الذي جعل هذه الدول تتبنى النظام الفيدرالي نلاحظ وجود مشكلة التعدد العرقي والثقافي داخل الدولة يعني هناك قوميات مختلفة هناك لغات وربما مذاهب دينية مختلفة في هذه المجتمعات حتى متوجود شكل فيدرالي للدولة لأن في نزاع في استقطاب داخل البلد من هاتين الحقيقتين نستنتج أن الفيدرالية أو اللامركزية عموما تأتي كعلاج لنوعين من المشكلات هما مشكلة اتساع الدولة وكثافة السكانية ومشكلة التعدد العرقي والثقافي 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 داخل الدولة أو بالأصح التنازع لأنه إذا وجد هذا التعدد بدون تنازع ما فيش مشكلة بس لو كان في استقطاب معناها لأزوب من حل الفيدرالية هي الحل لكن هذا أيضا لا يعني أن الفيدرالية لا تطلب إلا عند وجود مشكلة من هذين النوعين بل تطلب كما قلت لحل أي مشكلة يسببها النظام المركزي لشكل الدولة يعني لا يشترط لتبني الفيدرالية أن يكون لدينا كثافة سكانية عالية واتساع في وساحة إقليم الدولة يصعب السيطرة عليه من قبل الدولة المركزية ولا يشترط أيضا وجود عرقيات وطواف مختلفة ذات حدود إقليمية ثابتة محددة الفيدرالية أو النظام اللامركزي تستدعى لحل مشكلات النظام المركزي للدولة عندما تعجز الدولة المركزية عن تحقيق الرضا الاجتماعي رضا الناس لدى كطاعات محددة إقليميا تصبح اللامركزية هي الحل حل مطروح كما هو حال كما هو الحال عندنا في اليمن يعني الفيدرالية باختصار هي حل ضامن لعدم عودة الاستبداد السياسي وليس الطرفا يعني الفيدرالية ما هيش حلوة وإنما علاج ومن الطبيعي أن يكون العلاج مر في بعض النواحي يعني في النهاية المسألة متعلقة بالفلسفة السياسية للشخص كيف ينظر الشخص إلى ما هي فلسفتك السياسية الشخص الذي يرى أن الديمقراطية هي أم أهم المبادئ السياسية في الحياة السياسية سيتكبل بهدوء وبرضى فكرة الفيدرالية لأن الفيدرالية هي ربيبة الديمقراطية أو هي أحدى شروطها أو هي جزء من الطاكم الديمقراطي أما الشخص الذي يتعايش مع الاستبداد ومع عسكرة الدولة وما عنده مشكلة أنه يندس على بالبيادة العسكرية واحد مثل هذا ما عنده مشكلة لو تصبح الفيدرالية لديه فكرة مرفوضة لأنها بتفتت البلد ومحتاج بلد فيه لقبضة العسكر هو يعتقد أن الفيدرالية تفتت البلد إلى دويلات صغيرة مرشحة للاستقلال التام في أي وقت وهذه المخاوف من تفتت البلد يخلقها الوعية الاستبدادية لأصحابه هي ماش مخاوف حقيقية ليست مخاوف علمية يعني ما فيش بلد يعني ممكن يستكل داخل وهو محاصر إقليم مثلا مثل إقليم الجند لو قلنا هذا يستكل على إيش إذا ما كانش عنده مؤهلات الاستقلال أو إقليم الجوف مع مارب وشبوة مثلا هذا كيف يستكل لا بحر ولا مؤهلات دولة ليست مخاوف حقيقية هي مخاوف يعني ناتج عن جهن المشكلة إذن هي مشكلة مبدأ لا مشكلة شكل النظام الإداري أنت مبدأك مع من مع الديمقراطية ولا مع الاستبداد الباقي يأتي تفاصيل من لم تكن الديمقراطية مبدأه السياسي فلا خير فيه ولذلك رأينا في اليمن الكثير من رافضية الفيدرالية ينصرون مشروع التوريث هم بيرفضوا الفيدرالية هتلقاهم بيناصروا مشروع التوريث أو مشروع الإمامة معناها إيش؟ أنه المبدأ السياسي لديه الطاقم السياسي كلها الفلسفة السياسية لديه فلسفة منحرفة لأن الفكرة المنحرفة تستدعي أختها هذا أمر طبيعي إذن أهم حقيقة في موضوع اللامركزية هي حقيقة أن الديمقراطية لا تستغني عن اللامركزية إذا قلنا ديمقراطية فلابد ما نفكر في اللامركزية لأن جميع الدول الديمقراطية لا تحكم بشكل مركزي بسيط على طريقة علي عبدالله ظالح إذا لم تكن دول فدرالية فإنها تمنح المحافظات والوحدات الإدارية الصغرى داخل الدولة تمنح صلاحيات واسعة إذا ما كانتش دولة فدرالية وهي دولة ديمقراطية تمنح الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة يكون في حكم محلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات وطبعا هذا الحل الأخير كان ممكن في اليمن في عهد علي عبدالله صالح لو لا أن الرجل أهدر كل الفرص المتاحة أمام اليمنيين في سبيل توثيق وحداتهم كما أهدر كل الفرص في سبيل التنمية والنوض باليمن ومن ثم فإن هذا الحل حل المحافظات يعني الوحدات الإدارية كاملة الصلاحيات الحكم المحلي كامل الصلاحيات مثلا أو واسع الصلاحيات هذا الحل لم يعد يرضي مناطق كثيرة في اليمن اليوم مناطق تريد ضمانات لعدم تكرار تجربة صالح وليس هناك ضامن لعدم تكرار هذه التجربة سوى الانفصال أو تبني نظام الدولة الاتحادية الفيدرالية والفيدرالية في اليمن ليست حلا لمشكلة الانفصال فقط بل هي حل شامل حتى لمشكلة التنمية في اليمن وهذا ما لا يدركه الكثير من المتخوفين من الفيدرالية لا يدركون أن الفيدرالية ليست فقط حل لمشكلة الوحدة أو لمشكلة الانفصال هي حل أيضا لمشكلة التنمية وسنعود ربما لهذه النقطة بعد استكمال الحديث أو بعد استكمال عدد من النقاط الأخرى من الحكائق المهمة حقيقة أن الفيدرالية ليست فكرة جديدة على اليمنيين بل هي فكرة أصيلة كديمة إذا ما نظرنا إلى حقيقتين تاريخيتين حقيقة أن اليمن جربت النظام الفيدرالي لفترات طويلة في تاريخها وحقيقة أن الفيدرالية كانت فكرة مطروحة طوال الوقت في العصر الحديث يعني كانت مطروحة طوال الوقت بين يدي السياسيين اليمنيين في شطرية الوطن من قبل ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر وأثناء الحوار من أجل الوحدة بين الشطرين الفيدرالية كانت مطروحة كفكرة كانت الفيدرالية حلا مطروحا على الإمام يحيى حميد الدين وأضاع الفرصة التي عرضها عليه السلاطين الجنوب بسبب جشعه للسلطة قالوا لفيدرالية قالوا تمام بس كل شيء يبقى في جيبي قالوا لا لا قد الاستعمار أرحم خلينا على الاستعمار وفعلا الاستعمار سوى لهم الاستعمار البريطاني حاول تطبيق هذا الحل في مشروع في الجنوب سموه اتحاد الجنوب العربي اللي بيشغلونا فيه الآن الانفصاليون والفيدرالية ايضا كانت حلا مطروحا في شمال الوطن في خمسينيات الكرن الماضي قبل ثورة سبتمبر في 56 تكريبا كما قال بعض المؤرخين ثم طرحت الفيدرالية كمشروع للوحدة من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام وهذه هي المفاركة حزب المؤتمر الذي يزعم أن الفيدرالية التفتيت للبلد هو نفسه ذاته باللغة السودانية هو ذاته اللي طرح فكرة الفيدرالية في أيام ما كان بيتحاور مع الأخوة الاشتراكيين في جنوب الوطن عام 1999 لما كانوا بيرتبوا للوحدة اللي طرح فكرة الفيدرالية هو علي عبدالله الصالح وجماعة واليوم بيقول لك لا هذه فكرة إصلاحية وتشتي تفتيت البلد النفاق السياسي ثم طرحت هذه الفكرة كحل مرة ثالثة ورابعة وخامسة في وثيقة العهد والاتفاق التي وقعها علي عبدالله الصالح ووقعتها كل القوى السياسية بعد حرب 94 وأخيرا طرحت فكرة الفيدرالية كحل في مؤتمر الحوار الوطني واتفق عليه الجميع ووقع الجميع أي أن اللامركزية والفيدرالية كانت حلا مطروحا طوال الوقت من قبل مختلف الفصائل السياسية اليمنية لو لا أن بعض القوى ليس لها مصلحة في ذلك استقوت بالأجانب استقوت بتحالف الخنازير لكي تتجاوز هذا الاتفاق كما أن اليمن قد عرفت الحكومة اللامركزية لفترات طويلة من تاريخها يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام يعني من المعروف تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسم اليمن على ثلاثة أكاليم في زمنه سموها مخاليف اللي هي مخلاف صنعاء ومخلاف الجند ماسك الوسط ومخلاف حضرموت لكل إقليم منها حكم ذاتي خاص تحت سكف اليمن الوحد وعلى هذا التكسيم مضى الخلفاء الراشدون وغيرهم من الأمويين والعباسيين بأشكال مختلفة وقبل ذلك قبل الإسلام كانت الفيدرالية مطروحة بشكل من الأشكال أو اللامركزية خلنا نقول ويبقى سؤال لماذا تعد الفيدرالية حلاً لمشكلات اليمن هناك حقيقة ينبغي على كل سياسي يمني أن يدركها وأن لا يتجاهلها هي أن اليمن لا يمكن أن يحكم من قبل أسرة واحدة أو قبيلة واحدة أو منطقة واحدة اليوم كد يحدث ذلك لفترات محدودة لكنه لا يستمر لماذا؟ لأن الدول التي يسيطر عليها فصيل واحد أو قبيلة واحدة لا تستطيع أن تضمن العدل والخير للناس لأنه طبيعتها في الأصل تكون استبدادية لازم تكون استبدادية والاستبداد ينتج الفشل يصبح الفشل قدراً محتوماً لأي نظام غير ديمقراطي أو غير عادل واليمنيون بطبيعتهم لا يكبلون الضيم والاستبداد اليمني قد يكبل بدولة مركزية تحكمها أسرة أو قبيلة بشرط أن تحقق العدل والخير لكن هذا الشرط لا يمكن أن يتحقق في الدول من هذا النوع في الدول الأسرية السلالية الكابلية يستحيل لذلك يظل اليمني مشروع ثائر طوال الوقت غير راضي حتى أصبحت الثورة جزء من ثقافته وشخصيته لأن الطبيعة الجغرافية لليمني خلقت في هذا النزوع الثوري طبيعة الجغرافية اليمن ليست مصر اليمن ليست مصر من السهل على الحكومة المصرية مثلاً أن تسيطر على شعبها لألاف السنين لأن هذا الشعب يسكن وادي ممتد ليس فيه جبال يعتصم بها الشعب أو يعتصم بها الثوار ضد الدولة مثلاً إذا استبدت بينما في اليمن السلاسل الجبلية في اليمن مكنت المجتمعات المحلية من التمرد على الدولة المركزية طوال الوقت فكانت الدولة تعجز في كثير من الأحيان من الوصول إلى المتمردين المتحصنين بالجبال والأخاديد والموانع الطبيعية ولهذا كان من السهل على اليمني أن يفكر في الثورة والتمرد وهذا أيضاً كان سبب من أسباب ضعف الدولة في اليمن طوال التاريخ الدولة ليس في المجتمع المجتمع كان قوي الدولة اللي كانت ضعيفة وكان الحل الوحيد لهذه المعضلة هو حل الدولة الاتحادية الفيدرالية لأن هذا الحل يحقق الرضا الاجتماعي عند الناس ويحقق كما أشرت من قبل التنمية المستدامة وهذا أهم عندما يشعر الناس أنهم متساوون في الفرص ومتساوون أمام القانون وأنهم يديرون مصالحهم بأنفسهم سيشعرون بالرضا وسيسلمون للدولة بالولاء دون نزاع وهذا لن نتحقق إلا إذا كان البلد إذا وزعنا السلطة إذا فتتنا السلطة السلطة وليس الدولة في فرق كبير بين تفتيت السلطة وتفتيت الدولة تفتيت الدولة يؤدي إلى الانهيار انهيار البلد تفتيت السلطة يعني جعل السلطة التنفيذية والاقتصادية مثلا موزعة على مراكز الدولة المختلفة على وحدات الدولة المختلفة في الجانب الاقتصادي مثلا تعد الفدرالية شرطا من شروط التنمية في اليمن لأن ما ينقص التنمية في اليمن هو الاستقرار السياسي والرضا الاجتماعي هذا اللي ينقص التنمية في اليمن إذا استكرر الناس في أكاليمهم وشعروا بالأمان على أموالهم ومستقبلهم وشعروا بالولاء الحقيقي للدولة فإنهم سيسعون بكل جد ونشاط لخلق تنمية مستدامة في أكاليمهم رأس المال اليمني في الخارج سيعود الناس من داخل سيبتكرون مشاريع ويخلصون في العمل من أجلها الشباب حيبدع وينطلق وحتى تخلق فرص إبداعية هائلة في مجال التنمية سيبحث الناس عن فرص الاستثمار في مجال السياحة في مجالات التعليم في مجال البحث العلمي في مجال الخدمات والترفيه وغيرها من المجالات وخصوصا في الأكاليم التي لا تتمتع بثروات طبيعية كالبترول والغاز الأكاليم من هذا النوع ستركز جهدها على الثروة البشرية هذه المناطق مؤهلة أكثر من غيرها لإحداث تنمية مستدامة المناطق التي تعتبر نفسها فقيرة من الثروات الطبيعية لماذا؟ لأنها تتمتع بوجود قوة عاملة وقوة إبداعية وموارد بشرية أهم بكثير من الغاز والبترول ما الذي مع اليابان؟ ما الذي تملكه اليابان من ثروات طبيعية؟ ما الذي يملكه الأردن مثلا ولا لبنان؟ ومع ذلك هذه دول قياسا إلى المحيطة الذي بجوارها دول متقدمة وممتازة لأنها حولت الفرد العادي إلى منجم إلى بئر بترول الفرد استثمرت في الفرد استثمرت في المواطن أصبح ثروة يدر عليها داخل وكذلك الثروة السياحية والثروة البشرية التي نهضت بدول فقيرة في الموارد كما قلت اليابان وغيرها من الدول المتقدمة التي لا تمتلك ثروات طبيعية بالأمس كان النظام علي عبدالله الصالح هو العائق الأكبر أمام تطبيق النظام الفدرالي في اليمن مع أن علي عبدالله الصالح نفسه هو الذي اكترح خيارة ديمقراطية أثناء الحوار مع قادة الشطر الجنوبي في عامي تسعة وتمانين وتسعين واليوم هناك أطراف أخرى تكف عائقا أمام هذا الحل حل الفدرالية أبرزها طرف الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من نظام أبو ظبي هذا الفصيل الانفصالي لديه حزمة أوهام تدفعه للبطالبة بالانفصال وإنهاء فكرة الوحدة إنهاء فكرة الوحدة سياسيا وذكافيا وتاريخيا هذا منطق عجيب آخر يقول لك ليس فقط الانفصل السياسي إنه انفصل عن اليمن نفسه عن التاريخ وكأنهم لقطاء وكأنهم يريد أن يقول أنا لقيط ليس لأصل وليس لأجداد وليس لآباء يمنيون ولعلا من المناسب أن نناقش بعض هذه الأوهام التي رسخت في رؤوس الانفصاليين أمام المشاهدين لعلنا نكشف عيوبها لأصحابها أولا لا شك في أن سياسات النظام السابق نظام علي صالح كانت هي الدافع الأساس للكفر بالوحدة لدى قطاع من الجنوبيين لكنه ليس الدافع الوحيد ليس الدافع الوحيد هناك دوافع كامنة مسكوت عنها لا يتحدث عنها الانفصاليون أبرزها وهم الوطن الذي سيفيض عسلاً ولبناً إذا انفصلوا هناك وهم لدى شريحة من الجنوبيين يقول هذا الوهم أن أرض الجنوب ستصبح جنة الله في الأرض بعد الانفصال لأنه لديها ثروات طبيعية لديها بترول لديها غاز لديها أشياء أخرى وهذه الثروات الطبيعية لو وزعت على عدد السكان المحدود في جنوب الوطن ستجعل منهم دولة خليجية تنافس قطر هذا واحد من الأوهام المعشعشة في أذان إخواننا في الانفصالي ويقول لك أن الشماليين متمسكون بالوحدة طمعاً في هذه الثروات المغرية طبعاً هذه مجموعة أوهام نحن هنا أمام مجموعة أوهام لا أمام مهم معحد وللأسف نحن مضطرون لمناقشة هذه الأوهام من باب الأمانة العلمية وكلمة للتاريخ يعني أنا سأتحدث عن نفسي حتى لا أحمل غير تبعات هذا الكلام أنا كمواطم يمني ولدته ونشأته في شمال اليمن أحب الوحدة اليمنية وأدافع عنها كفكرة لأن الوحدة في ذاتها فكرة نبيلة وخيرها على المواطنين أكيد وليس لأجل ثروات الجنوب أنا لا أستطامعاً في ثروات الجنوب لأني أعتقد كيمني شمالي أعتقد جازماً أن الشمال أغنى بكثير من الجنوب أغنى بكل المعايير أغنى بمعايير الثروات الطبيعية البترول والغاز والمعاني وبمعايير الثروات الثقافية السياحة وغيرها وبمعايير الثروة البشرية والإبداعية الشمال أغنى بكل هذه المعايير عندما أتحدث عن الثروات الطبيعية فأنا أعني الثروات الضفطية والغازية في مأرب والجوف في المقام الأول وخصوصاً الجوف الجوف التي تدخر أسرار لا يراد لها أن تظهر حتى الآن كما يقول الكثير من المراكبين وكذلك الثروات المعدنية في مختلف المحافظات إضافة إلى المحميات الطبيعية الموجودة التي يمكن أن توجد أيضاً الموجودة مثل عتمة وفي غيرها والتي يمكن أن توجد لو أتيحت لها الفرصة وتوفرت الإدارة والتخطيط هذه المحميات ثروة وطنية سياحية وغير سياحية هذه موجودة في الشمال كما أن المحافظات الشمالية تزخر بثروة سياحية لا نظيرة لها في جنوب الجزيرة العربية ووسطها باستثناء العراق نقول لا يوجد دولة في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية تمتلك من فرص أو ثروات السياحة مثل اليمن تحتاج فقط إلى دولة تعيد تأهيلها لتصبح بمثابة مناجم ذهب للاقتصاد الوطني وهناك ميزات جغرافية أخرى تؤهل بعض المناطق لتصبح مصدراً هائلاً للدخل القومي مثل مشروع مدينة النور اللي شرحناه أو تكلمنا عنه في حلقة ماضية مدينة النور على باب المندب الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة مشروع كهذا هو جسر يربط بين كارتين آسيا وأوروبا سيفتح حاليمن أبواب الخير خاصة وأن المحافظات الشمالية تتمتع بميزة اليد العاملة النشيطة القادرة على الإبداع والخلق ولن تحتاج إلى يد عاملة أجنبية تستنزف عملتها الصعبة الحقيقة أن الحديث في هذا الجانب الحديث لا ينفد والهدف هنا ليس الاستقصاء بل الإشارة إلى وهم من الأوهام ينبغي أن يرد لأن كثرة الأوهام ومرؤات اليمنيين لا تسمح بالحديث في هذه الجوانب لكن لابد في لحظة من اللحظات أن نتحدث لابد أن نكون الشمال ليس فقيرا حتى يطالب أو حتى يطمع في ثروات غيره والجنوب ليس مغريا حتى يغري الشمال بأي شيء ليس مغريا بكل المقاييس لا بمكياس الجو ولا بمكياس الطبيعة ولا بمكياس أخرى لا يستحب ذكرها ما نود أن يفهمه بعض الإخوة الراغبين في الانفصال هو أن وجود الثروة الطبيعية ليس شرطا في تحقيق التنمية والسعادة والحرية والكرمة هذا وهم آخر عندهم أنه إذا انفصلنا سنحصل على الجنة على طول لا الانفصال ما هو الشرط ضروري أو منطقي لحصول الحياة الكريمة هناك دول كثيرة في العالم لديها ثروات طبيعية كبيرة لكنها تعاني من الفساد والاستبداد والفشل الانفصال وحده لن يضمن الحياة الكريمة هذا ما أريد أن أقول لو كان في انفصال وبعدها حكومة ديمقراطية هذا ما أقول لو كان الحكومة التي ستحكم في الجنوب بعد الانفصال حكومة ديمقراطية توفر للناس كرمتهم وتوزع الثروة التوزيع عادل وتضمن سلامة ثروات البلد وما تتركش الأجنبي الإماراتي استحوذ عليها لو كان هكذا كويس ما فيش مشكلة لكن الانفصال وحده لن يضمن كرامة المواطن وتوزيع عادل للثروة في الجنوب الديمقراطية أولا هي التي تضمن عدالة توزيع الثروة الانفصال كد ينتج كما قلت دولة شبه محتلة من كبل الكفيل الإماراتي الذي صنع قادتها وفك شروطه هو الإماراتي ما جايش نايد عمل انفصال علشان يحقق مراد الجنوبيين لا هو جايح يحقق أهدافه هو مصالحه عند مصالح ستأتي على حصاب مصالح الجنوبية دولة ضعيفة غير قادرة على حماية مقدراتها وثرواتها من يضمن أن لا يشهد الجنوب بعض الانفصال شلة استبدادية كمعية فاشية تنهب خيراته وتستكوي بالأجنب على الشعب والآن احنا شفنا المجازر والمذابح والفضائع اللي بيسواها في إخوانهم من أبناء الجنوب الآن خلال اليومين الماضيين لا أحد يستطيع أن يضمن كما أن الانفصال سيستنزف هذه الثروة في صراع مع العشقاء في الشمال إذا جاء الانفصال بالقوة هذا مصير أكيد ما دام أن الانفصال سيتم بالقوة وبدون طراض الطرفين ثم هناك ملاحظة أخرى على مسألة الثروة نقولها لعامة الناس هي أن الثروة الطبيعية مثل الغازة البترول الدولة فيها تسمى دولة ريعية والدولة الريعية دول فاسدة لأنها معتمدة على مصادر طبيعية وليس على الإنسان هذه الدول يشيع فيها الفساد والثروات هذه تشجع على الفساد لأنه على عكس الثروات الأخرى مثلا الثروة السياحية تغني عن الثروة الطبيعية وزيادة إذا أحسن استغلالها لماذا؟ لأنه قطاع السياسة عفواً قطاع السياحة يضمن توزيع الثروة على عامة الناس المستفيدين يعني صاحب الفندق يستفيد وصاحب البسطة يستفيد وصاحب السيارة الأجرة يستفيد والمصور يستفيد وهكذا قطاعات كبيرة في المجتمع تستفيد من السياحة أما النفط فهو في يد الحاكم والنظامة والشلة المستبدة لا يعرف الشعب كم مقدارة ولا كم يبيعوه ولا أم ينفقوه إذا لم تكن الدولة الرشيدة الديمقراطية يعني باختصار أنا كمواطن شمالي لا أجد أي إغراء يدفعني للذاب إلى الجنوب والعيش فيه لا الطاكس كما قلت ولا الطبيعة التلائمني هناك محبتي للوحدة دافعها الأساس دافع عاطفي من ناحية واستراتيجي من ناحية أخرى الوحدة من الناحية الاستراتيجية تقطع دابر الصراع التكليدي بين الشطرين الذي من عادته أن يستنزف الثروات والإمكانات ويدفع بالعسكر إلى الواجهة ليتحكموا بالسلطة وهذا هو بيت الداء العسكر بيت الداء البلد الذي يعيش في ظل الهواجس الأمنية يدفع بالعسكر إلى منصة الحكم والعسكر هم بيت الداء في أوطارنا العربية كما دل التاريخ وكما يقول الواقع كما يقول الواقع الكريب والحل لهذه المشكلات جميعا هو الدولة الاتحادية الفيدرالية وليس الانفصال أو الدولة المركزية المستبد نحن نبحث عن حل دائم يحقق التنمية تنمية مستدامة للجميع لا عن حل عاطفي نزق يحقق بعض الرضا النفسي لبعض الوقت ثم نفيق على كارثة صنعناها بأيدينا في لحظة غضب أخيرا أود أن ألفت النظر إلى مسألة طالما شغب بها بعض الأخوة المتدينين في وجه الفيدرالية كانوا يقولون أن الفيدرالية ستفتت البلد والدين يدعو إلى الاعتصام بحبل الله ويدعو إلى ناقص يقولون يدعو إلى المركزية وكأن هؤلاء لم يدرسوا التاريخ الإسلامي في زمن النبوة وفي زمن الراشدين وفي زمن الدول الإسلامية التي تعاقبت فيما بعد بل لأن كل هذه التجارب كانت تجارب تميل إلى الفيدرالية وإلى المركزية من أيام الرسول إلى الدولة العباسية ولكن الأهم من هذا هو فلسفة الأمر يعني لو تأملنا جوهر القيمة الدينية سنلاحظ أنها تتجه لمناصرة اللامركزية على حساب المركزية كيف يحدث هذا الأمر الدين من عادته أن ينتصر للمجتمع أن ينتصر للأمة وليس للدولة ولذلك الدين لم يتحدث كثيرا عن الدولة ولم يدعو إلى قيام الدولة بل إلى قيام الأمة كل التوجيهات الدينية في القرآن الكريم وحتى في التوراة يعني قصة طالوت مثلا ماهي الأنبياء في بني إسرائيل ظلوا 250 سنة وهم يديرون المجتمع النبوي المجتمع الإسرائيلي كقضة ولم يفكروا في الدولة أبدا مع أنه الدولة كانت فكرة موجودة في عصرهم كانت موجودة في مصر التي خرجوا منها وموجودة في كنعان التي اختلطوا بها موجودة لدى الفلسطينيين الذين يعني يجاورونها وموجودة في العراق ومع ذلك هذه الفكرة لم تحفز أنبياء بني إسرائيل على تشكيل على قيام دولة على إقامة دولة إلى أن طالب بني إسرائيل أنفسهم بإقامة دولة قالوا للأنبياء ادعوا ربكم يسوي لنا دولة خلوا يجيب لنا ملك طبعا الأنبياء فاوضوهم قالوا لهم ما بش داعي للملوك إذا جاءوا إن الملوك إذا دخلوا كارية أفسدوها الملوك ما هو مش كويسين خلوكم كذا كويسين أنتم في حالة الليبرالية مرتاحين بتدير أموركم شكل جيد إلا أنهم أصروا على أن تقوم لهم دولة وملك يشبه جيرانهم الفلسطينيين فبعث الله لهم طالوت وحدث من بعدها مشاكل كثيرة حدثت مشاكل كثيرة ظلت ظل بني إسرائيل في حرب أهلية بعد هذه الدولة لفترات طويلة باستثناء فترة داود وسليمان بقية الفترات كانت صراع محلي لم يكن موجودا من قبل قبل نشوء الدولة يعني بني إسرائيل كانوا كتلة واحدة وأمة واحدة إلى أن جاءت فكرة الدولة كذلك بالنسبة للتوجيهات القرآنية القرآن لا يحرض كثيرا على إقامة الدولة لا يشجع عليها لا يوجد مطالبا مثلا بإقامة الدولة وليس هناك أي نصوص تشير إليها هذا له دلالة واضحة على أن القرآن كان يعتني بالأمة ولذلك خرجت مذاهب في العالم الإسلامي تقول إذا استطاع المسلمون أن يعيشوا من غير دولة فلا داعي للدولة لا داعي للدولة ما دمت أنا كادر أن أدير مصالحي وشؤوني فلا داعي لها لأنه ما فائدة الدولة هي وظيفة الدولة هي إدارة شؤون المجتمع وتحقيق مصالحها لكن للأسف الدولة عندما تأتي تخرج عن هذه المهمة وتتحول إلى وحش يضطهد المجتمع يضطهد الأمة ويكمع الأمة ولذلك راحوا يدوروا عن حل لهذا الوحش يكيد هذا الوحش الكاسر فوجدوا حل الديمقراطية والديمقراطية بتطاقمها الكامل يعني الديمقراطية مع الفيدرالية مع الاعتراف بحقوق الإنسان إذن الجماعة اللي بيشغبوا على فكرة الفيدرالية من ناحية الدينية هذولا لم يدرسوا ليس لديهم فكر ديني ناضج في حقيقة الأمر فكرهم فكر تسطيح لا درسوا التاريخ ولا درسوا الفكر الإسلامي ولا استوعبوا أظن إلى هنا اكتملت الفكرة الفيدرالية وهناك تفاصيل أخرى ربما نؤجلها لحلقات قادمة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم ألقاكم في الأسبوع القادمة ترجمة نانسي قنقر